مادة تاريخ الأردن خلينا نأخذ عن الوحدات الآن الموجودة عندي بالفصل الدراسي الأول بالنسبة للوحدة الأولى الوحدة الأولى عنوانها الأردن عبر العصور بالنسبة للأردن عبر العصور في عندي درسين بتضم عندي درسين الدرس الأول اللي هو الأردن منذ العصور القديمة وحتى نهاية الدولة العثمانية وهذا الدرس مطالعة ذاتية يعني غير مطلوب منك بالسنة إذن الدرس الأول يعتبر عندي مطالعة ذاتية اللي هو الأردن منذ العصور القديمة وحتى نهاية الدولة العثمانية طبعا رح نبلش مادة تاريخ الأردن بالفصل الدراسي التاني اللي هو استقلال المملكة الأردنية الهاشبية واللي هي بتتحدث عن قدوم الأمير عبد الله إلى أرض الأردن في عام 1920 وحتى حصول الأردن على الاستقلال عام 1946 إذن الدرس التاني اللي هو بتحدثلي عن استقلال المملكة الأردنية الهاشبية ورح ناخد طبعا شرح تفصيلي عنه إضافة إلى ورقة عمل خاصة فيه بأسئلة تضع دائرة هاي بالنسبة للوحدة الأولى هلا الوحدة الثانية بتضم عندي الإنجازات السياسية للملوك الهاشميين وبالنسبة للإنجازات السياسية للملوك الهاشميين رح نستعرض حياة ونشأة الملوك الهاشميين التالية أسمعهم بالنسبة للدرس الأول بيحكيه عن الإنجازات السياسية في عهد الملك عبد الله الأول الدرس الثاني بيحكي عن الإنجازات السياسية في عهد الملك طلال والدرس الثالث اللي هو الإنجازات السياسية في عهد الملك الحسين بن طلال والدرس الرابع بتحدث عن درس العهد الملك عبد الله التاني الإنجازات السياسية إذن الوحدة الثانية بتضم عندي أربع دروس اللي هي عن درس الملك عبد الله الأول ودرس عن الملك طلال ودرس عن الملك حسين ودرس عن الملك عبد الله التالي وطبعا بكل درس من هذه الدروس راح نشرح عن شرح مفصل عن الدروس هذه إضافة إلى أوراق العمل الخاصة فيها هذا بالنسبة للوحدة الثانية بالنسبة للوحدة الثالثة الوحدة الثالثة بتضم عندي الأردن والقضية الفلسطينية وهي عبارة عن ثلاث دروس اللي هي القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي القدس والهاشميون والوصاية الهاشمية على المقدسات الدينية القدس يعني تتحدث عن علاقة الأردن بالقضية الفلسطينية ورح ناخد شرح مفصل عن كل درس من هذه الدروس إضافة إلى أوراق العمل الخاصة بها أما بالنسبة للوحدة الرابعة الوحدة الرابعة اللي هي تتحدث عن رسالة عمان رسالة عمان عندي بتضمه الثالثة دروس اللي هي رسالة عمان مفهومة ومبادئها الدرس الثاني اللي هو الوسطية والتسامح في رسالة عمان والدرس الثالث اللي هو التطرف وأختاره على المجتمع الإنساني وطبعا رح نشرح بشكل مفصل عن رسالة عمان ورح نحل على كل درس من هذه الدروس أوراق عمل خاصة بأسئلة الضاع دائرة هذا بالنسبة لمادة تاريخ الأردن الفصل الدراسي الأول